رائع الأسلوب أسلوبه رشيق بليغ فصيح لا يجارى ولا يبارى فوجد له وظيفة في الديوان ليكون كاتبا للوالي في اليمامة بعيدا عن بلاد الشام في قلب الجزيرة العربية هناك عند منطقة رياض الحالية وبالفعل ذهب مع البعث الذي ذهب وظل يعمل هناك مدة ثم تلمس العلماء في اليمامة فأرشدوه إلى عالم اليمامة ويعني شيخها وهو يحيى ابن أبي كثير فذهب إلى المسجد هناك وأخذ يصلي ابتداء أول ما دخل وكان يصلي خلف سارية وقد أشرنا لذلك الأمر من قبل فكانت صلاته عجيبة مختلفة عن صلاة الناس جميعا يصلي كأنه عامود كأنه خشب منصوبة لا يتحرك مطرق برأسه ناظرا إلى موطن سجوده ربما أغمض عينيه وإغماض العينين دون ما سبب مكروه لكنه يطرق برأسه إلى الأرض ويصلي صلاة هادئة كلها طمأنينة وخشوع وسكون ويصلي صلاة المستشعر للمناجاة المستشعر الوقوف بين يدي مولاه ليست مجرد صلاة فنظر إليه الإمام يحيى فرآه يصلي فأعجب بصلاته فقال لمن حوله ألا تنظرون لصلاة هذا الشاب الذي أرى فالطلب تلاميذ نظره فقال إن صلاته لتشبه صلاة عمر بن عبد العزيز ولذلك لما تكلمنا عن الإمام عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويعني كانت صلاته أيضا يعني رائعة فيها طمأنينة وسكون وخشوع حتى قيل لأحد تلامزته يعني ما أجمل صلاتك ما أحسنها فقال لو رأيتم صلاة عطاء كانت صلاة عمر بن عبد العزيز كما قال سيدنا أنس لما رأاه يصلي قال له إن صلاتك لتشبه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يعني الذين يجملون ويحسنون صلاتهم كأنهم كانوا يجعلون عمر بن عبد العزيز يعني يعني مقياس المصلي صلاة سليمة بالخشوع والخضوع والطمأنينة لأنه كان أكثر شبها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحد أصحاب النبي وألسق الصحابة بالنبي سيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاه